عملية تغيير المناهج الدراسية في العراق كانت جدلية لم تحسن منذ العام 2003 بسبب التوجهات الطائفية للأحزاب المتنفذة والفساد الحكومي الذي تفاقم خلال السنوات السابقة صحيفة العرب الجديد قالت إن تلك التغييرات لم تستند للتقويم ولمعايير تطوير مشهود بسلامتها وسلامة أهدافها إنما جاءت لتمثل أمزجة سياسية ذات فلسفات مختلفة وهذا ما كشف عنه وزير التربية السابق محمد إقبال الذي أكد أن المناهج الدراسية تحص على التمييز العنصري والمذهبي لافتاً إلى حجم الخلاف بين التربية والوقفين عند تغيير منهج التربية الإسلامية ثم عاد ليلقي باللائمة على الأحزاب وميليشياتها المتغولة في لجان وزارة التربية وبحسب الوزير نفسه فإن تغيير المناهج الدراسية يجب أن لا يكون جملة واحدة ولا يتم إلا بعد مرور خمس سنوات عليها وهي مع ذلك لم تسلم من الأخطاء فقد أقرت وزارة التربية حدوث أخطاء في مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط إلا أنها سرعان ما بررت لك الأخطاء بأنها لا تتجاوز أن تكون مطبعية وأخرى لتبسيط الحل وأخرى لغوية وفنية ضعف المخصصات المالية لوزارة التربية أدى إلى خفض مستوى طباعة المناهج إلى خمسين بالمئة فقد أعلنت وزارة التربية مع بدء العام الدراسي 2016-2017 التحاق أكثر من سبعة ملايين طالب وطالبة في عموم البلاد ثم أعلنت بعدها أن تخفيض ميزانية الوزارة أدى إلى حرمان أكثر من خمسة ملايين طالب من استلام الكتب تغيير المناهج ربما يعتبر عند الكثير من المتنفذين فرصة لعقد صفقات تعود عليهم بالمبالغ الكبيرة بينما يتراجع المستوى التعليمي لأبناء البلد لتتجاوز نسبة الرسوب المليون طالب بحسب برلمانيين